في في بلين بش نحكيه على التراجي رياضي التونسي من ثلاثة نواحل بداية ما تكون مع راضي جعادي اللي وصل منذ لحظات التونس قادم من بلجيكيا راضي اللي كان في نادي سيركل بريوش كمدرب مساعد تم حلحة الاشكال بخصوص العقد متاعه مع الفريق البلجيكي كان في استقباله اليوم فرقة والكاتب العام للفريق اللي كان في سيارة وتحول معها راضي جعادي كان يخرج معها من المطار تقريبا منذ نص ساعة حوالي ما تلث ونص وصل راضي من بلجيكا اللي كان هبط ايضا تدوينه في صفحته الشخصية اليوم في فيسبوك راضي جعادي ركت خلالها انه مش يتحول التونس بالفعل وصلت منذ لحظات تقريبا ما تلث ونص وصل لتونس راضي جعادي البرنامج بش يتم مع لقاء مع رئيس النادي حمد المدب كذلك هيش مجلاني اليوم بش تم خلال الاتفاق النهائي نعرف الاتفاق حاصل بين هزوز اطراف ما زال فقط انضاء العقد اتفاق شفاهي كان بين راضي جعادي وكذلك رئيس النادي حمد المدب بعد شوية بش يكون راضي في تفعيل الاتفاق يعني من خلال العقد والامور التعاقدية الاتمامها بين راضي جعادي وكذلك تراجل رياضي التونسي جديد ثم كلام على نية تعيين ترق ثابت كمساعد ايضا لراضي جعادي في تراجل رياضي التونسي بالاضافة بطبيعة المجدي تراوي كمدرب مساعد ايضا وصبر البعزيزي بش يكون بطبيعة في الاعداد البدني الفريق مع حمد القصرة واللي وقال اعليا على تعيينه كمدرب حراسي هنا بالنسبة للسطاف تكنيك لأيام القادمة غدوة يمكن يبدأ راضي جعادي بالنسبة كبيرة بش يكون غدوة اول حصة تدريبية ليه مع الفريق بش تكون المصافحة لللاعبين بش اكيد الاجتماع بش يكون في نزل الحديقة بعد شوية ان شاء الله الاجتماع بين راضي وكذلك التراجل رياضي التونسي للمسؤولين اذلك هنا بش تكون فمانات وصحفية غدوة ولا بعض غدوة من اجل تقديم راضي جعادي الوسائل الاعلام هذا ما يتعلق بالإطارة الفنية ايضا قلت الموضوع فين يحبون نحكيه فيه متعلق بحمد النجاز اللعب اصبح منزعج برشا ما الذي صغير له في الفترة هذه في الفريق متقلق برشا حسب ما نحكيه ايضا الحمد النجاز لبعض المقاربين منه قال لهم انه متقلق خاصة كل ما تهبت التصوير متاعه في الصفحة رسمية الترجيه في فيسبوك خاصة في التمرين وإلا كل ما تهبت صوته برشا تعليقات انتصبين تقلق منها حمدي ولا يحسن جمهور تراجي مع اجل قابل حمدي النجاز في الفريق بالإضافة للضغوطات اللي قاعد يتلقى فيهم حمدي في سوسا من عائلته قاعد يتلقى في الضغوطات كبيرة معاش مرتاح في سوسا معاش مرتاح في العاصمة متقلق في سوسا من احباء النجم اللي قلقوا فيه وين ما مشاه باعتبار نعفو الرفاية الكبيرة بين ترجيه وكذلك النجم الساحلي ايران حمدي متقلق في تونس باعتبار انه اصبح يشعر انه غير ملغوب فيها فتراجي رياضي التونسي والشي هذا خليه يرغب اكثر من وقت اي وقت مضى في انه يغادر فريق بابسويقة هذا مؤكد ورسمي جدا حمدي النجاز يحب يفسخ العقد متاعه اللي ما زال فيه عاميا مع ترجي رياضي التونسي يحب يفسخ العقد باعتبار انه يشعر انه فماش رغبة من الفريق في انه يبقى في الترجي رياضي التونسي خاصة من احباء الفريق قال نقص الحكاية مدام العبيد ما عادش متقلق معادها العبيد ما عادش يحب عليها في الفريق على كل هذا فيما يخص حمدي النجاز فم اجتماع اكيد مع اتمام موضوع المدرب الجديد غريج عادي تقريبا اليوم ولا اقصى تقدير غدوة بيجتم تقريبا غلق الملف نهائيا بعدها اكيد فم اجتماع بين هيئة ترجي ليش مجلاني وكذلك حمدي المدب بحمدي انك جازل اتمام الصفقة نهائيا او اتمام فسخ العقد باش نشوف كل حد شكون شنو طلباته حمدي عنده بعض المستحقات عند الهيئة يمكن يتنازل عليها من اجل فسخ العقد امتاعه رغم انه حسب اخر الاخبار ما عندوش عروض الى حد الان لكن اذا كان تم فسخ العقد وقته بتشوف مستقبل وين بشيكون الموضوع الثالث ان نحب ونحكي وليه ايضا بتعلق بكريم العريبي وهيضا سوقوه حصريا اللاعب كان فريق نيم في فرنسا رئيس النادي انظر برح وثيقة انتقال اللاعب لترجي رياضي التونسي يعني امضى الوثيقة متاع الانتقال بين ترجي واللاعب يعني هذا ما نجمش يكون رسمي معناها اللاعب وترجي اللاعب باش يوصل في الساعات القادمة لتونس من اجل اتمام تعاقده نهائيا مع ترجي رياضي التونسي باش يكون هو المهاجم الاول للفريق خلال الموسم القادم كريم العريبي اللاعب السابق للنجم الساحلي كانت له تجربة فشلة الموسم الماضي في فرنسا مع نادي نيم باش يكون هو بنسبة 99% نقوي الى حد الان هو المهاجم القادم اول انت ترجي في الفترة القادمة باش يوصل في الساعات القادمة كريم العريبي التونس وجديد كما قلت امضاء رئيس نادي نيم الاتفاق نهائيا على انتقال اللاعب للترجي الرياضي التونسي فقط ما زال امضاء اللاعب ويكون اللاعب بصفة نهائية في الترجي الرياضي التونسي ولو انه ردود الافعال خاصة من الحباء الترجي مايش مرحب ببرشة بالصفقة كيف كيف فمت رسائلات كبيرة هنا على كل كيف تكون العملية نستنعو كريم العريبي في تونس بعد وصول الجعادي كريم العريبي باش يكون في تونس خلال الايام القادمة هيروم تقريبا اخر الاخبار في الترجي الرياضي تونسي بنجم كاملين في بلاي حتى الخمسة متر عشية موزيكا وبعض رجعين